السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلم في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون النص المسترسل مواجهة الوباء سنقوم بالإجابة على أسئلة المقطع الرابع أتذكر ألخص لأصدقائي شفاهيا مضمون المقاطع الثلاث السابقة أتذكر ظهور مرض القوليرا بمصر سنة 1902 كان في أحد الأسار شاب التحق بكلية الطب حديثا فبدأ يرافق طبيب المدينة لمعالجة المرضى ذات يوم أحس الشاب ببعض الغثيان وفي الليل أيقظ بصرخته العالية أفراد أسرته ليكتشفوا أن ابنهم مصاب بمرض القوليرا أفهم السؤال الأول ما الآلام التي أصابت الشاب بسبب المرض؟ الآلام التي أصابت الشاب بسبب المرض يشكو آلاما في ساقيه السؤال الثاني كيف عامل الجيران المريض وأسرته؟ عامل الجيران المريض وأسرته أقبل عليهم يواسونهم السؤال الثالث هل خضع الفتى لرعاية طبية؟ نعم خضع الفتى لرعاية طبية فقد كان الطبيب يزوره بين ساعة وساعة السؤال الرابع ماذا توحي لك نهاية القصة؟ توحي لنهاية القصة بأن الشاب على فراش الموت أحلل السؤال الأول أستخرج من النص ثلاثة أعراض لمرض الكوليرا الثلاثة أعراض لمرض الكوليرا القي ألم في الساقين الغثيان السؤال الثاني أحدد بناء الحكاية على النحو الآتي بداية الحدث التحولات نهاية الحدث ظهور وباء الكوليرا في مصر وفتكه بأهلها وضمر القرى والمدن ومحى أسرا بأكملها التحولات حصول الشاب على شهادة البكالوريا مرافقته لطبيب المدينة التمرن على مهنة الطب نهاية الحدث إصابة الشاب بمرض الكوليرا فزع أفراد الأسرة مواساة الجيران لأهل المريض السؤال الثالث أعدد الشخصيات التي عاشت هذه الأحداث وعلاقاتها الشخصيات التي عاشت الأحداث الأم الأب الشاب أركب وأقوم السؤال الأول أعيد كتابة النص في ستة أسطر في سنة 1902 ظهر مرض الكوليرا بمصر ففتك بأهلها فكان لأسرة طفل نجيب ودكي قد ضفر بشهادة البكالوريا وانتسب إلى كلية الطب فأخذ يرافق طبيب المدينة يتمرن على مهنة الطب في أحد الأيام أحس الشاب ببعض الغثيان وفي الليل أيقضت صرخته أفراد الأسرة ليكتشفوا أن ابنهم مصاب بمرض الكوليرا فأسرع والده إلى إحضار الطبيب وفي الصباح أقبل الجيران يواسون والد الفتى وكان الطبيب يتردد عليه بين الحين والآخر السؤال الثاني أضع علامة أمام الجواب الصحيح تحدى العالم مرض الكوليرا بتطوير العلم والدواء